مرحبا بكم في إيطار الاستعداد لإجراء الفرد الأول الخاص بالسنة الرابعة من التعليم الابتدائي في مادة اللغة العربية نقدم لكم هذه الأنشطة مع الحل ومع المكون الأول القراءة أولا أقرأ النص جيدا لنقرأ النص تقع مدينة وللي أقدم موقع أثري بالمغرب في سفح جبال مدينة مولاي إدريس زرهون مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب وقد سميت باسمه واحتضنت قبره وتبعد زرهون عن مكناسة بعشرين كيلو مترا في الطريق الشمالية المؤدية إلى شفشاون وتحاط وللي بصور كبير ذي أبراج شبه دائرية تخترقه سبعة أبواب وتزدان بمآثر جميلة تعتبر المعابد أكثرها شهرة فيها صروح مثل مبنى البازيلك ومقر الحاكم وقوس النصر وخصصت مساحة هامة لحي سكني بدور جميلة وفسيحة مزخرفة بالفسيفساء والنقوش إذن بعد قراءتنا للنص أقترح عنوانا مناسبا له إذن لاختيار العنوان فإننا نحتاج إلى قراءة النص قراءة جيدة والبحث عن الكلمات المفاتيح التي تقودنا إلى مضمونه إذن لو لاحظتم جيدا الفقرة الكلمة التي تتكرر لدينا كلمة نعم وللي فطارة نشير إليها بشكل صريح وطارة أخرى نستعمل الضمير كما لدينا هنا مثلا إذن كما تلاحظون لدينا تكرار كلمة وللي ثم لإشار إليها كذلك بالضمير الها هاء الغائبة وبالتالي كعنوان يمكننا أن نقول وللي فقط أو بما أن النص يرتبط بمجال الحضارة المغربية يمكننا أن نشير إلى مثلا الحديث عن مآثر بلادي أو حضارة بلادي وغيرها من المصطلحات التي ترتبط بهذا المجال فنكتب مثلا مدينة وللي ثالثا أصل كل كلمة بمراد فيها المناسب لدينا مجموعة من الكلمات على اليمين تزدان احتضنت فسيحة ولدينا كلمات عن اليسار واسعة تتجمل ضمت إذن بالنسبة للكلمة الأولى تزدان هل تعني واسعة أم تتجمل أم ضمت نعم كلمة تزدان تعني تتجمل بالنسبة للكلمة الثانية احتضنت هل تعني واسعة أم ضمت نعم احتضنت تعني ضمت وبالتالي الكلمة الأخيرة فسيحة تعني واسعة والآن ننتقل إلى مكون الصرف والتحويل ومع السؤال الأول أستخرج من النص مثالا لكل نوع سنبحث في النص عن اسم ثم عن فعل ثم عن حرف إذن لو عدنا إلى النص فالأسماء به كثيرة نأخذ على سبيل المثال مدينة كذلك وليلي موقع أثري المغرب وغيرها من الأسماء الأخرى سنكتب على سبيل المثال كلمة المغرب أما بالنسبة للأفعال يمكننا أن نكتب مثلا الفعل تقع الموجود في بداية النص كذلك لدينا الفعل تبعد تحاط احتضنت وغيرها وبالتالي سنكتب على سبيل المثال الفعل تبعد بالنسبة للحرف فالنص يتضمن العديد منها مثل حرف الباء ثم في عن الواو وغيرها من الحروف وبالتالي سنكتب على سبيل المثال الحرف عن ثانيا أحدد نوع كل كلمة في الجملة التالية الجملة تحاط وللي بصور كبير الكلمة تحاط ما نوعها هل هي اسم أم فعل أم حرف نعم تحاط فعل الكلمة الكلمة الموالية وليلي هل هي اسم أم فعل أم حرف نعم وليلي اسم الكلمة الموالية ب اسم أم فعل أم حرف نعم ب حرف الكلمة الموالية صور هل هي اسم أم فعل أم حرف نعم صور اسم الكلمة الموالية كبير اسم أم فعل أم حرف نعم كبير اسم السؤال الثالث أبين زمن كل فعل ماض أم مضارع أم أمر الفعل الأول تبعد ما زمن هذا الفعل نعم فعل مضارع الفعل الموالي زور ما زمن هذا الفعل نعم إنه فعل أمر الفعل الفعل الموالي صارت ما زمن هذا الفعل نعم صارت فعل ماض الفعل الفعل الموالي افتخر ما زمن هذا الفعل نعم افتخر فعل أمر الفعل الموالي صنفت ما زمن هذا الفعل نعم صنفت فعل ماض الفعل الموالي تقع ما زمن هذا الفعل نعم تقع فعل مضارع والآن مع مكون التراكيب ومع السؤال الأول أضع علامة في لكل جملة مفيدة وعلامة صفر لكل جملة غير مفيدة الجملة الأولى وللي مدينة مساحتها إذن هل هذه جملة مفيدة أم غير مفيدة هذه الجملة كما تلاحظون لا تدل على معنى ولا هي تامة الفائدة لذلك سنضع علامة الصفر أمامها الجملة الموالية تزدان بمآثر جميلة هذه الجملة تقدم لنا فائدة عن الموضوع الذي نتحدث حوله لذلك سنقول عنها أنها جملة مفيدة وبالتالي سنضع العلامة في أمامها الجملة الجملة الموالية وليلي أقدم حاضرة مغربية هل هذه جملة مفيدة أم غير مفيدة نعم هذه جملة مفيدة لأنها تدل على معنى تامة الفائدة الجملة الأخيرة وخصصت لها هل هذه جملة مفيدة أم غير مفيدة طبعا هي جملة غير مفيدة لأن المعنى ناقص فلا ندري ما الذي خصص لها ثانيا أستخرج من النص جملتين فعليتين إذن لو عدنا إلى النص الجملة الأولى سنقول مثلا اختصارا تقع مدينة وليلي في سفح الجبل ونكتب تقع مدينة وليلي في سفح الجبل الجملة الموالية تحاط وليلي بسور فنكتب تحاط وليلي بسور ثالثا أكمل الجملة بما يغني المعنى مدينة وليلي نقول مثلا نعم مدينة وليلي معلمة فريدة رابعا أستخرج من النص جملة توافق الترسيمة فعل فاعل ما يتم المعنى على سبيل المثال الفعل تبعد الفاعل زرهون ما يتم المعنى عن مكناس خامسا أنشئ جملة فعلية مما يلي زيارة السائح لمدينة وليلي نقول نعم زار زار السائح مدينة وليلي والآن ننتقل إلى مكون الإملاء ومع السؤال الأول أملأ الفراغ بعلامات الترقيم المناسبة قال الأستاذ الجواب نعم نقطة تفسير هل تعرفون يا أبناء مدينة وليلي الجواب نعم علامة الاستفهام أجابت سلماء الجواب نعم نقطة تفسير أجل يا أستاذي هذه الجملة ترتبط بالتي بعدها لقد سبق لي أنزرتها مع أسرتي إذن هنا سنربط الجملتين بماذا نعم نعم بالفاصلة لقد سبق لي أنزرتها مع أسرتي هنا تم المعنى لذلك سنضع سنضع ماذا نعم سنضع النقطة ما أجمله من تراث مغربي هنا نتعجب لذلك سنضع ماذا نعم نعم سنضع علامة التعجب ثانياً أعطي مفردات الكلمات التالية الكلمة الأولى مباريات مفردها نعم مباراة الكلمة الموالية أدوات مفردها نعم نعم أداة الكلمة الموالية الأواني مفردها نعم آنية نعم آنية ثالثاً أبين سبب كتابة التاء مربوطة فيما يلي الكلمة الأولى رعاه لماذا كتبت التاء مربوطة نعم كلمة رعاه يصح الوقوف عليها هاء وهذا وسبب كتابة التاء مربوطة بها الكلمة الموالية أسامة نعم هنا التاء جاءت في اسم بعد فتحه ويصح كذلك الوقوف عليها هاء الكلمة الموالية حضارة لماذا كتبت بالتاء المربوطة نعم هنا كذلك التاء جاءت في اسم بعد فتحه ويصح الوقوف عليها هاء الكلمة الأخيرة أداه لماذا كتبت التاء مربوطة نعم لأنه يصح الوقوف عليها هاء والآن مع التعبير الكتابي نص الموضوع أعبر عن تراث مغربي أصيل في بضع جمل مرقمة بالعلامات المناسبة ومستعينا بما يلي المغربي تراثنا آثار أجدادنا روافد متنوعة الفينيقيون القرطاجيون الحضارة الإسلامية الصحراوية التعدد التنوع التسامح جامعة القرويين جامع الفنى صومعة حسان قصبة الوداية إذن ستوظفون هذا الراصيد المعرفي وكذلك اللغوي في بضع جمل مرقمة بالعلامات المناسبة علينا أن صوغ جملا يجب أن تكون مفيدة وأن تكون مترابطة فيما بينها وبخط واضح أتمنى لكم التوفيق وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة